إجابات 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 30 ألف كتاب على فيديو على برنامج على موقع على منتدى على مدونة أي شبهة هتلاقيها فيهم عشان كده برنامجنا لازم يكون مختلف برنامجنا هيعلمك إزاي تفكر في الشبهة تفكير نقدي تحدد أسباب خطأ الشبهة منطقيا بنفسك وتقدر تنقضها بنفسك في برنامجنا هتتعلم إزاي تشغل موخك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ورحمة الله لكم في برنامجكم شغل موخك تكلمنا المرة اللي فاتت على شبهتين السؤال الأولاني كان فيه مغلطة السؤال الملغوم والسؤال الثاني كان فيه مغلطة إغفال اللوازم أو إغفال المقيدات وكان برضه ممكن نقول نفس الكلام على السؤال الأولاني ولكن أنا بس جبت السؤال الأولاني ونبهت فيه على مسألة السؤال الملغوم بس تعالوا نشوف شبهة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة البينة جزاكم الله خير أيها الأخوة وقولك الجهودكم دي سؤال وهو إذا كان الإنسان عاش ستين سنة أو سبعين سنة ثم مات مات على الكفر طبعا هل من العدل أن يخلد في النار يعني يبقى طول الدهر في النار السلام عليكم ورحمة الله كان عندي سؤال بخصوص موضوع الخلود في النار إلى مال نهاية شايفها فكرة مرعبة وعقاب قاسي جدا أنا مش ضد فكرة العقاب بس فكرة وجود عقاب أبدي إلى مال نهاية أتمنى أن أجد إجابك ويسعى من سؤال ده السؤال كده نقدر نقول فيه مغلططين المغلطة الأولين التي أتكلمني عنها المرة الفاتتة اللي هي إغفال المقيدات لأننا نتكلم عن عدل الله عز وجل ومدام الله عز وجل اختار شيء يبقى هو ده العدل لأن زي ما إحنا ما أثبتنا في الموسم الأول من برنامج ثبت رجلك إن الله عز وجل يتصف بالكمال المطلق كذلك فإحنا أثبتنا إن الله عز وجل يتصف بكمال العدل فبناءنا عليه إذا كان الله عز وجل اختار شيء فهو ده كمال العدل لكن المغلطة الثانية اللي عايزة نبه عليها في السؤال ده هي مغلطة اسمها سرير بروكروست بروكروست ده كان واحد يوناني كان بيحب يستضيف الناس ويظهر كرم للناس وبعد ما بيستضيفهم يغديهم أو يعشيهم يعزبهم على البيئات عنده لما الواحد يدخل ينام بيقعد عليه أن هو ينام في قوضة معينة فيها سرير خاص به السرير ده هو مجهزه بتجهيزات معينة في العشاء كان بيديلهم مخدر ولما الواحد يدخل ينام يشوف لو الشخص ده أطول من السرير كان يقطع الأجزاء الزيادة ولو الشخص ده كان أقصر من السرير يربط أديه ورجليه ويشدهم لحد ما يبقى الشخص اللي نايم على قد السرير ايه بقى علاقة سرير بروكروست بالسؤال اللي تعرضه العلاقة أن صاحب الشبهة عنده فكرة مسبقة بذهنه عاوز يظبط عليها الحقيقة اللي نتكلم عنها الحقيقة أن الله عز وجل يعاقب الكافر بالخلوط في النار ايه بقى الفكرة المسبقة اللي عنده الفكرة المسبقة أن مدة العقوبة لازم تكون متناسبة مع مدة المعصية أو مع مدة الجريمة وهنا الغلط من الخطأ أصلا أنك تقول أن مدة العقوبة متناسبة مع مدة الزم أو مدة الجريمة لأن مثلا شخص قتل إنسان مدة جريمة القتل قد حاجة بسيطة جدا يفتح المطوى ويغز ونخلص لكن مدة العقوبة بقى عليها دي خمسة وعشرين سنة ده مع الرقفة ليه بقى لأن الجريمة مش بمدتها إنما بقيمتها طيب لو جينا نتكلم عن الكفر الكفر بنص كلام الله عز وجل أنه هو الذنب الوحيد إلا الله عز وجل ما بيغفرهوش يبقى معنى كده إن الجريمة كبيرة جدا لدرجة إن ما فيش مدة تتناسب معها ومدام ما فيش مدة تتناسب مع جريمة الكفر يبقى من الطبيعي إن يكون عقوبة الكفر الأبدية في النار طيب هزوي دانا سؤال من عندي طيب هو ده مش بيعارض رحمة الله عز وجل هو مش الله رحيم إزاي يعاقب إنسان بأبادية في النار علشان كفر به هنقول إن الله عز وجل الرحيم فعلا وتحققت رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا إن وهبك النعم وجعل من النعم دي نعمة العقل والفطرة اللي بيهم لوحدهم تقدر توصل بالإيمان بالله عز وجل حتى وإن لم يكن إله محدد لكن بالعقل والفطرة دول تقدر تثبت وجود إله وإن الإله كامل وإن فيه يوم آخر وإن لابد لهذا الإله أن يتصل بمخلوقاته زي ما تكلمنا في الموسم الأول فثبت رجلك يريد ترجع لها فرحمة الله عز وجل تحققت في إنه جعل ليك هذه النعم اللي تقدر بيها توصل لله عز وجل توصل لوجود إله ثم أنعم الله عز وجل بالوحي أوحى للبشرية برسالات هادية فيها تشريعات صالحة لزمنها أو بالنسبة للقرآن بالنسبة لشريعة الإسلام صالحة لكل زمان إلى يوم القيام يبقى الله عز وجل رحمته إنه هو عرفك ذاته جعل في قلبك وفي داخلك بصلة ربانية اللي هي الفطرة عشان توصل بها لله عز وجل وجعل فوق ذلك الوحي الإلهي علشان يعرفك أوامر الله عز وجل التفصيلية وأخباره التفصيلية وبكده تكون تحققت رحمة الله عز وجل فرحمة الله إنه هو قالك لو مت على الكفر هتدخل النار أبدي لكن لما أنت تعمل الجريمة دي مش من رحمة ربنا إنه هو يعفو عنك وإلا هيكون بيخالف كلامه إنما هنا يتحقق عدل الله عز وجل بعد رحمته بإنه يعقبك بالعقوبة المتناسبة مع الجريمة واللي كان نبهك عليها قبل ما تعملها تعالوا بقى نسمع شبهة تانية بمغلطة تانية تاني سؤال المفروض كل واحد دينه في قلبه ويصلي ويصوم حلوه بقى كويس ومحترام ولا الصحة إن إحنا نقوم دولة إسلامية ودولة الخلافة ونتوسع وأحدات دي تاني أنا محتوري أنا نزب كده ونزب كده السؤال المرة دي عمل لنا مغلطة الحصر الزائف أو ممكن نقول عليها المأزق المفتعل مغلطة المأزق المفتعل أو الحصر الزائف تشبه إلى حد ما مسألة السؤال الملغوم لكن إحنا قلنا السؤال الملغوم بأوصيلة السؤال هل لكن هنا بيقول لي السؤال باختيارات لكن المشكلة إنه هو بيديني اختيارين اللي اختيارين غلط عارفين أنتو المسرحية اللي كان بيقوله فيها تاخد سوسو ولا تاخد نادية طيب أنا لعاوز سوسو ولا لعاوز نادية لأن الصح احتمال تاني خالص أنت مذكرته ليش في السؤال طيب إيه بقى الصح بخصوص السؤال اللي احنا بنتكلم فيه السؤال بيقول لي هل كل واحد المفروض يلتزم بنفسه بس يبقى كويس يصلي ويصوم ويحسن أخلاقه ويحسن معاملاته مع الناس ولا الصح إن إحنا نقيم دولة بقى على أسس إسلامية ونتكلم في الخلافة والتوسعات والجهاد هو الصح إن إحنا المفروض نعمل الاثنين لأن التشريح الإسلامي لم يقتصر على تصحيح الحالة الفردية ولم يقتصر على تصحيح حالة المجتمع أو الحالة الدولية التشريح الإسلامي جاء بتصحيح الفرد وبتصحيح المجتمع جاء بإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع جاء بصلاة وصوم وزكاة وحج وأخلاق كويسة بالنسبة للفرد وحسن المعاملات سواء المادية أو المعاملات المعنوية بالنسبة للتعملات في المجتمع ما بين البشر وجاء بتشريعات خاصة بحالة الدولة عموماً يبقى غلط إن إحنا نقول ده ولا ده هو الصح احتمال تاني إنت مذكرته ليش في السؤال وهو إن إحنا نعمل الاثنين لكن إنت في إيه إيدك تعمله دلوقتي؟ ده كده سؤال تاني إحنا إيه اللي في إيدينا إن إحنا ننفذه دلوقتي؟ في إيدينا إن إحنا نقيم الفرد بتصحيح العبادة بالعلم الشرعي بتحسين الأخلاق بتحسين المعاملات لكن ده ما يخلناش نقول إن الجزء التاني غلط هو الجزء التاني صح بس ما فيش في إيدينا إن إحنا دلوقتي نعمله وهيكون مصلحة للعالم كله لو إحنا قدرنا نعمله إن شاء الله السؤال الثالث بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيك أخي الكريم فقط أريد أن أسأل عن شبهة وهي كيف يمكننا أن نثبت أن القرآن العظيم هو كلام الله تعالى وليس كما يدعي الملحدون أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم السؤال ده فعلا جاوبناه جماعة في المسم الأول من ثبت رجلك في الحلقة السادسة وما أدراك ما القرآن فيا ريت صاحب السؤال يرجع الأول للحلقة يشوفها ولو لسه عندك سؤال ابعت لنا تان طبعا مش عايزين كلام كتير بقى لايك وشير وسبسكرايب والدنيا دي واللي عنده أي أسئلة ما تنسوه ابعتهن في الرسالة صوتية مدتها لا تزيد عن 30 ثانية سواء على رقم الواتس أو اللي بيظهره على الشاشة أو على رسائل صفحة قناة البيانة أو على صفحات الشخصية على الفيسبوك مسلم عبد الله فتحية بدرية حاجة جدا ما علينا المهم فوزي ماذا الشكل اللي حد لأفاك لأيه؟ بوم بوم ماذا بقى قصة سرير بروكوست ده؟ ده كان واحد يوناني كان عنده سرير أكيد سرير بروكوست كان واحد يوناني كان عنده سرير منطقية فره عايز جيجي اسكندرية معي عشان الاعتكاف عشان يفطر في رمضان ومعتكف ومفطر مرار طافح ماذا رخصة بروكوست ده؟ ايو حقيقي الرخصة لليوم السهر ما تتحطش في كواليس